مين هيكسب انت البكرة كانت؟ انت هيكسب ان شاء الله انت هيكسب ان شاء الله لازلت بقى محايد لان كده محايد جدا لا اقول لك الحاجة والله كريم صراحة يعني الناس مشجع كرة ايطالية مهما كان انت معها مدركة سوابة معانا في كرة ايطالية يوفي طبعا هو ملك ايطاليا والاكثر تتويجا والنادي الاكثر استقرارا مهما حصل عقوبات او غيره ميلان هو فخر ايطاليا ايسي ميلان هو فخر ايطاليا في مسألة دايما نقول بيجمينة عشان قابل هو لمشرف ايطاليا بالسبع القابل لكن انتر السنة دي على عكس البدايات في الاوقات الحسمة من الموسم ظهر بشخصية مغيرة خالص وصوله النصف النهائي ده اكتر من مواسم مثلا انتر خسر فيها في الدوري سيميوني انزاج اتعرض عشر هزام لكن في المبارات الحسمة سواء في الكاس سواء في سوبر او حتى في الدوري في المبارات كبيرة حاكتين بعيد عن توقع ان انتر ممكن ان شاء الله يكسب او يعدي انه حيبانه او بكرة انه المبارات الاخيرة في الموسم ده انتر حتى كعبه عالي على ميلان شوي لكن شخصية ميلان في مختلفة خارس ونابولي اكبر مثال على ده لكن اعتقد ان الفرقين هتبقى مبراقوي جدا وان كانت الغلبة شوية الانتر انه بيعرف يلعب ميلان انا يعني هختلف مع مع اسر للأسف انا بشوف ان الميلان في كعبه اعلى وطبعا من ننساش الموتش بتاع روي كوستا وماتيراتزي الموتش الشهير ده اعتقد ان الغيابات هتأثر على الميلان وده ممكن يخلي عدم موجود رفايلا اول وخمسين فمئة من قد فرحية ببعا عشان يكون محايد ميلان شوي بان فمئة مقودة كريم بصراحة على ادوار اسماعيل بن ناصر بيقدم ادوار خيالية مع الميلان تلو تفرج على القطاط وتفرج على الموسم اللي هو عامله لما الراجل بيولي زقه من حتة انه هو بيلعب قدام الاثنينت سنتر باكت وزقه شوية انه هو بيلعب زي تحت الفرودة الراجل بيقدم مستويات مش طبيعية لانه هو كوير وبيعف اتصرف تحت ضغط في التلت الامامي بطريقة كويسة جدا هو لي فرجيرو اللعيب الاكثر تعرضا الانتقادا من كل جمايير الاندية لراحة بيقدم برضو مستويات رائعة الناحية التانية الانتر لوكاكو بدأ يستعيد مستويات ولكن عاوز وقف عن لوطارو مارتنيز هو اكتر واحد تقريبا جاب في الميلان جاب سبعة تجوان لغاية دلوقتي مع ميلان ولكن في برضو رقم مهم جدا الماتش الفات لما كان مريحه انزاجي مدة كبيرة من اللقاء كل جماهير الاندخل انت بتريحه انت بتريحه لانت عشبت تجيبه لنا انت بتريحه لانت بريحه لانت دلوقتي حلوة جدا وحاجة تانية ارقام ميلان ما اتغلبش في السمي فاينال في الجيوسيبي ميادزا اخر ست مرات غير مرة واحدة بس من برشلونا وهي دي مرة الوحيدة الباقي كله السيمي فاينال خده ولكن الانتر بقى له ست مورات بيكسف في الدوري الميلان تقريباً اتعادل ثلاث مبارات وخسر مباراتين وخسر وخسر واحدة فالأرقام زي ما بقولك آسر أنا حس فيه استقرار أكتر في الانتر ولكن الموضوع اللي زي كاريان مدريدية مدريد مش شاف في الدوري ولكن في الدوري بطالة أوروبا حاجة تانية فاعتقد ده لا ممكن يرجح كافة تنميلاً وهي نوعية مدرب كمان يا حودها كريم يعني مثلاً أنشلوتي على قد بقرية أنشلوتي والمدرب عظيم في إيطاليا برضو احنا اي حد بشجع دوري عارفين هو مش بتاع دوري انه راجل كان شاطر يعني حقق إجازات عظيمة مع ميلان تشامفينز دي انه شاطر جداً في النوكاوت وده استمر معاري المدريد وفرق تانية انزاجي نفس القصة انزاجي اقتنس وهو في مدرب اللاتس يقتنس اللقب الكاسوي السوبر من يوفي من فم اليوفي كبير إيطاليا لما جاء انتر قدر ياخد الكاسوي وهو بطل الكاسوي والسنة دي سيلاعب الفاينل أخذ السوبر من ميلان بسلسية سلسية بنتيجة يعني اكتسح الميلان تقريباً فبالتالي هو الشاطر في النوكاوت في الدوري مقدرش يعمل رغم أن دلوقتي رجع للنتائج الكويسة قصت بورات الفوز في وقت طبعاً مهم جداً انك تحاول تلاقي مقعد على الشامبينزيك فالصراع بيكتمي يعني بكرة فيه صراع بين الفرقتين انه مين هي وصلنا هي شامبينزيك ومكملين انه الاتنين بيحاولوا يحجزوا مقعد الرابع خاصة ان الفرقتين غالبوا لاتسيو اللي كان الوصيف انتر كيسبو 3-1 ويوفي غالبوا وسوريو ميلان كيسبو 2-0 فبالتالي قدروا ان هم يحاولوا يخشوا في حتة التالت والرابع